السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ إيناس صلاح الدين معلمة اللغة العربية بمدارس الفاروق الخاصة النهاردة إن شاء الله هناخد درس يا سنة ربعة مطابقة الفعل للفاعل تذكيرا وتأنيسا الدرس ده بسيط جدا يا سنة ربعة طبعا كلنا عارفين إن لازم الكلمات في اللغة العربية تكون متنغمة مع بعضيها مثلا ينفع أقول شريبة محمد شريبة فعل ماضي مبني على الفتح محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعيه الضم لكن ما ينفعش أقول شريبة هناء الجملة دي غلط شريبة فعل ماضي مبني على الفتح وهناء فاعل مرفوع وعلامة رفعيه الضم الجملة دي غلط يا سنة ربعة طيب رغم إن الفعل هو هو اللي هو كلمة شريبة لكن الفاعل مختلف الفاعل في المثال الأول مذكر اللي هو كلمة محمد أما الفاعل في المثال الثاني مؤنس اللي هي كلمة هناء طيب الصح بقى إيه؟ الصح إن أزود تاء في آخر الفعل الماضي وأقول شريبة هناء الكلام ده معنى إيه؟ معنى إن الفعل الماضي إذا كان لمؤنس أو كان الفاعل مؤنس بنضيف آخر الفعل الماضي ده تاء يعني مثلا أقول شريبة قرأت نامت لو الفاعل الماضي والفاعل المؤنس بضيف تاء في آخر الفعل الماضي طيب ده إذا كان الفعل ماضي طيب لو كان الفعل مضارع لو الفاعل مضارع أعمل إيه؟ مثلا زي لما أقولك يذاكر التلميذ يذاكر فاعل مضارع مرفوة وعلامة رفعيه الضمة التلميذ فاعل مرفوة وعلامة رفعيه الضمة الجملة دي صحيحة لكن مثلا ما ينفعش أقول يذاكر التلميذ يذاكر فاعل مضارع مرفوة وعلامة رفعيه الضمة التلميذ فاعل مرفوة وعلامة رفعيه الضمة الجملة دي غلط رغم إن الفاعل هو هو اللي هو كلمة يذاكر لكن الفاعل مختلف الفاعل في المثال الأول مذكر اللي هو كلمة التلميذ أما الفاعل في المثال التاني مؤنس اللي هو كلمة التلميذ طيب الصح إيه؟ الصح إن أخلي التاء في أول الفعل المضارع فأقول تذاكر التلميذ طيب الكلام ده معناه إيه؟ معناه إذا كان الفعل مضارع الفعل مضارع وكان الفاعل مؤنس يبقى أنا كده عندي الفعل مضارع والفاعل مؤنس أعمل إيه؟ هضيف تاء فأول الفعل المضارع لو عندي الفعل مضارع والفاعل مؤنس هضيف تاء فأول الفعل المضارع يعني مثلاً هقول كلمة تلعب، تنام، تجري طيب نلخص اللي إحنا قلناه كله إذا كان الفاعل مؤنس والفعل ماضي هنضع التاء فأخر الفعل الماضي ولو كان الفاعل مؤنس ولا على المضارع لكن الكلام ده بعمله لو كان الفاعل مؤنس طيب تعالوا نشوف الكعدة فاعل اسماً مذكراً ودلوقتي يا سنة رابعة تعالوا نشوف أسئلة علشان نطبق على الدرس السؤال الأول بيقول ذهب عمر إلى المدرسة ضع كلمة خديجة بدلاً من عمر وغير ما يلزم عايزين نحذف عمر ونضع خديجة يعني عايزين نخلي الفاعل بدلاً ما هو مذكر لا عايزينه يكون مؤنس طيب ينفع أقول ذهب خديجة إلى المدرسة لا طبعاً ما ينفعش طيب أعمل إيه ذهب دي فعلي إيه فعل ماضي وأنا عايزة أخلي الفاعل مؤنس اللي هي خديجة وعندي قعدة بتقول لو كان الفعل ماضي والفاعل مؤنس هنضيف تاء في آخر الفاعل الماضي يعني هقول أو الإجابة هتكون ذهبت خديجة إلى المدرسة تعالوا نشوف السؤال التاني السؤال التاني بيقول يحب بلال الكراءة ضع كلمة بسمة بدلاً من كلمة بلال وغير ما يلزم يعني عايزة أخلي الفاعل بدلاً ما هو مذكر اللي هو بلال لا عايزة أخليه مؤنس عايزة أحط كلمة بسمة طب ينفع أقول يحب بسمة الكراءة لا طبعاً ما ينفعش طب أعمل إيه أنا عندي كلمة يحب فعل مضارع وعايزة أخلي الفاعل مؤنس اللي هي بسمة وعندي قعدة بتقول لو كان الفعل مضارع والفاعل مؤنس تدخل التاء على أول الفعل المضارع يعني الإجابة هتكون تحب بسمة الكراءة تعالوا نشوف السؤال الثالث رأت أماني في منامها بحراً واسعاً ضع كلمة أسامة مكان كلمة أماني وغير ما يلزم يعني عايزين نخلي المراضي بقى العكس بدل ما نخلي الفاعل مؤنس لا المراضي عايز الفاعل يكون مذكر عايز يحذف كلمة أماني ويضع بدلاً منها كلمة أسامة طيب ينفع أقول رأت أسامة في منامها بحراً واسعاً لا طبعاً ما ينفعش الكلام ده غلط أنا عندي كلمة رأت فعل ماضي وأنا عايز أخلي الفاعل المراضي مذكر وعندي قعدة بتقول لو كان الفاعل مذكر لا تدخل التاء لا على الفاعل الماضي ولا على الفاعل المضارع يعني كده هتصبح الجملة رأى أسامة في منامه خلي بالك أن الضمير اللي هو بتاع كلمة منامها هيتغير لأن دلوقتي الفاعل تغير بدل الفاعل مكان مؤنس اللي هو أماني لا أصبح دلوقتي مذكر اللي هو أسامة ولأن أنا غيرت الفاعل فبراء عليها غير الضمير فتصبح الجملة رأى أسامة في منامه بحراً واسعاً تعالوا نشوف مثال أخير تحب هناء الرسم ضع كلمة أمير بدلاً من كلمة هناء وغير ما يلزم أنا عايز أخلي الفاعل مذكر بدلاً من كلمة هناء اللي هي مؤنس طب ينفع أقول تحب أمير الرسم لا طبعاً الكلام ده غلط طب أعمل إيه؟ أنا عندي قاعدة بتقول إذا كان الفاعل مذكر لا تدخل التاء لا على الفعل الماضي ولا على الفعل المضارع يعني الجملة هتصبح يحب أمير الرسم وبكده يا سنة رابعة نكون قد انتهينا من الدرس مع أطيب أمنياتي بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر